موسيقى 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 ونتمنى يكونوا خفاف على المستمعين والمستمعات الكريمة يومري ما بديتش بال daíات العاملة بحالي إحنا بقين في مايي بقين في أجواء جنة بقين في الحوار الاجتماعي معكم وما زال الخرط صار بيت الصيرة دام حسني الأخي الصير والمعاليج النفساني مرحبا السباح النور صلو مستمعات ومستمعي راديو دزين البترون تسموه من الغرف المدير موقع العمق المريم مني ببترون تحية طيب المستمعي الكرام ونهاية أسبوع مفقة لجميع وللسنة العجيم وديرة موقع مراينا مرحبا بك شكرا جميع وبدورين نهاية أسبوع ممتعة وجميلة الجميع شكرا لك ما بقاش فيك الحالة أننا ما بديتش بك اليوم انتي مع المساوات طبعا مارس عنده خصوصية ومي عنده خصوصية نقدر عليكم نبدأوا بالموضوع الأول ديال عطلة الأبوة كان نقطتين نقطة الأولى أنه من ناحية كامكسب صفقنا لها وذكرنا عليها ولكن ربما كان واحد النقاش اللي يبدأ هو لماذا سيتنا يعني الأجراء القطاع الخاص ناطق ناسم باسم حكومة قال بأن الأمر يعني في قيد الدرس مع النقابات ولكن في واحدنا وعلي التمييز ما بين المواطنين فبغيت تقييمكم يعني بربعة القارة في حداته وهذا الانتظار ديال الأجراء القطاع الخاص ديال بك سنة طبعا هو في البداية منك الخبر ديال أنه العطلة ديال الأبوة مخصصة فقط للأباء في القطاع العام كانت المسألة ما عند هذا الشي معناه لأنه هو الأب هو دائما نفس الأب سأولا كان خدم في القطاع الخاص ولا في القطاع الخاص وللعام والحدث نفسه والحدث نفسه هو نفس الإحساس والرغبة في الاهتمام بهذاك الطفل وتأثيره على العلاقة الزوجية على المسؤولية المقتصمة على العلاقة بالابن إلى إلى آخره فالقرار في الأول ما كانش ما كانش مفهم وبالتالي فهذا القرار أنه يشمل جميع الآباء في القطاع العام والخاص هو مهم وأنا من الناس اللي كي آمنوا بأن مثل هاد القرارات كتكون عندها تابعات إيجابية على المدى المتوسط والبعيد لأنك ما زال بعض تردودات اللي كيقول لك اللحقة وخلق بغي يخدها مغي يتمشي بالإبن غادي ممكن تكون بعض الحالات هكذا في الأول ولكن أكيد أنه على المدى المتوسط والمدى البعيد كتوقع تغييرات جدرية وأنا كان نعتبر دائما أنه المسألة ما فيهاش فقط تخفيف العب على الأم فهو كذلك حق من حق الآباء أنه تكون عندهم علاقة مع الأبناء ديالهم مش فقط تدير رب الأسرة اللي كيقيد في الحالة المدنية وكيشرين حوليه وكيدير الأسبوع بل حتى هو كيبدأ هدك العلاقة مع الأبن ومكسب آخر اللي أعتبرته جميل جدا وأعتبر أننا نقدرون كأنه يكونوا فخورين به في المغرب هو أنه هاد العطلة تقررت كذلك لأباء المتكفلين والأمهات لأنه ما كانت تكلمش عليها بشكل كافي مع أنه الظاهرة ما كانش أرقام ولكنها في ازدياد الظاهرة في ازدياد لأنه بدل وعي بأنه كين أباء أمهات اللي محتاجين لهذاك الإحساس دي الأبوة والأمومة وما عندهم مش إمكانيات صحية أو بيولوجيا أو كين صعوبة في الحمل وكين بالمقابل أطفال اللي محرومين من هداك الأسرة فبدا هاد القرار الشجاع والجميل جدا أنا كيجيني من أنبل القيم والقرارات الإنسانية اللي ممكن الإنسان يخدها في حياته هو أنه يختار أنه يتكفل بطفل فحتى الوالدين اللي كيولدوا نفس الشيء كدلك بالنسبة للوالدين اللي كيتكفلوا هما محتاجين الواحد الفطرة معينة كي بداي يتعود على هداك العائلة ويبدأ انتماؤوا لها فجميل جدا أن الحكومة حتى لو كانوا هاد الأعداد قلال ما زال كيف ما قلت ما كان عارفوش الأرقام جميل جدا يعني أنا سعيدة وفخورة أننا نخدين قرار بحال هذا اللي كي يخد بعيد الاعتبار الأسر المتكفلة نعم سيح مزا أغام شيف نستيجاة ديالسانة أو أنه هاد المكتسبين المكتسبين لأنا غنفرق غنزيد دك النقطة ديال الأب الكافي اللي أنا بنسمى لي هو مكتسب بوحده وكبير كنظر أن المفعول دياله والغطان با دياله على المدى القارب والمتوسط والبائد كذلك غادي يكونوا أكثر يعني على المستوى الثقافي على كيفاش كنشوفوا المنظور ديال الأبوة الدور ديال الأب اللي كما قالت سناء ماشي غا غادي نقوله اللوجيستيكي محت بال بالعكس أراه الأب خصو يكون قريب من الإبن دياله ولا الإبن دياله آآ 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 وفلو كوتيديان في اليومي خمسطارش اليوم ماشي لا تغير الأمور آآ آآ أنا نقولك خمسطارش ليوم ما كافيش أنا بنسبالي آآ وحتى اللي كونجيلمات تغنية في المغرب أنا بنسبالي ما كافيش نظرا للصياق المجتمعي والثقافي دياله ولكن المفعول الثقافي دياله القضية دي هتقدر تغير آآ آآ بزاف الموطاليتي آآ 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 على أنه الرجل الأب سيدي ولداتهم المدرسة أو يجلبهم المدرسة أو يخرجهم الأربعة في الأشياء أو النهار الزبت فهذه وصلنا لها كواقع كسينفيك لكن القانون لم يكن مصاحب هذه القفزة النوعية للمجتمع المغربي والذي الرجل والذي لديه مكانة مهمة في تربية الأطفال والمعطاء الآخر ربما هو أنه العدد المتزايد للزوجات التي يشتغلون أكيد ربما تقسيم العمل القديم أنه ربت البيت والزوج يشتغل لا أكيد أكيد يمكن أن نذهب إلى الـ 30% من المناج مغوكا للمرأة التي تتخدمها أو لديها الدخل الأهم فكان هذا المعطاء هذا واليوم القانوني الله الحق شوية للركب دي المجتمع المجتمع كنظن بأنه متقديم في ممارسته على النص القانوني أيضاً كنا النقطة ديال النقاش ديال الطفل بالتبني أو للطفل البيولوجي نبغي نذكر على أنه حتى الطفل البيولوجي من نتيت زاد لازم على أنه الأم دياله والأب دياله يتبناوه إلما كان شارك العملية ديال التبني العاطفي ما كتخلقش علاقة الأبوة أو الأمومة يعني هذه الحالات دي كنشوفها في العديد من الحالات بالأخص المرضية واللي كتأكدها لنا على أنه كان بعض الحالات اللي الأم في صعوبة معينة ديالولادة إلا كانت في ظروف وإلا كانت واحد لها شاشة نفسية فكان أمها ديالتي يقول لك أنا ما كنتش حاملة هذا ماشي ولدي ما كتتعرفش عليه ما كتقدرش تنسج واحد العلاقة عاطفية معها فباش يقول لي ولدها غدي خصد تبناه نوعاً ما فهذا العملية ديال التبني اللي ممكن تكون بطريقة لا شعورية معينة لكن هي عملية بناء فهي كتبنا العلاقة الأبوة والأمومة فهي بناء ليس معطق بيولوجي فيما يخص النص أو التعديل فالأمر إيجابي جداً يمكن أن نرجع للمسألة للقطع الخاص أو القطع العام هو الأمر قيد النقاش على ما قال بيتها ولكن الصعوبة في نظري في نظري الخاص في الميدان الخاص هو على أنه كان عديد من الشركات وعديد من القطاعات اللي لم تتصرح بالعمل فخنت أعطيها عام ديال العطلة وديال كذا هو ربما مدكلاريش ديال أساساً مني كنشوف القطاعات مثلاً بحل ديال البناء مني كنشوف القطاعات مثلاً مني كنشوف القطاعات مثلاً ويستفد من هذه المسألة فكانت هذه المسألة ألية التتبع ألية التصريح وألية أيضاً الضرب بيد من حديد العدد كبير من نوادل ديال المقاهي اللي هو العطلة السنوية دياله هو رمضان مثلاً 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 فكان هذا المعطى كان المعطى اللي شارط له سناء ديال الطفل الذي أسندت الكفالة الأب تهو يستفد الأم أيضاً مع العلم على أنه وتل تفترة الرضاعة مع العلم على أنه في الفشكية تكون حالة ديالتك فالفشكية كيكون طفل عموماً عنده بعض الأشهر فما كتكونش مرحلة الرضاعة الأولى ولكن هذي مسألة رمزية اللي عندها وحد الوقع عاطفي ورمزي بشتبني علاق تماماً تماماً ثم أيضاً كينا واحد النقطة أيضاً ما ترقناش لها هي على أنه ساعة في اليوم للرضاعة اللي غادي توليه من حق النساء على أنهم يأخذوا ساعة في اليوم لكي يرضعوا كينا مع المقاولات اللي داروها قبل من هذا القانون أكيد ولكن المقاولة تبقى عندها الحق على أنها تديرها ولا ما تديرها أما منك تسندها بقانون ما كيبقاش عند الحقرب العمل في القطاع الخاص على أنه يمكن يعطيك كتر أما باش يعطيك قل من ذلك ما يقدرش يعطيك في انتظار مكتسبات أخرى مهمة لأننا نحنا كنا نضروع صلصاً اللي دوينا عليه في هذه الحلقات يعني توسيع عدد الحضانات اللي كينا في المقاولات اللي غتحل مجموعة المشكلة تماماً فقط بين قوسين غير من نموذج على بعض المقاولات المواطنة عندي على الأقل حالة كنعرفها في مقاولة من المؤسسة الكبرى في المغرب قطاع خاص اللي كانت الحالة دي الأم تكفلت بطفل وخذت أن كنت تغنيتي كامل يعني المدة اللي كانت تأخذها الأم اللي ولدت خذتها تلت شهر أعتقده أشرياً الفكرة على أنه النقاش كالتصور دي لها العائلة واحد العائلة صالحين وعندهم ما عنده مشاكل أردنا منك يقول له مشاكل منك يقول له طلاق فهنا كالقوا بأنه الأبوة ليس الأب الأبوة كعالقة متضررة بزاف لأنه اليوم الأب إلا أقبل على على تطليق أو على طلق فعنده الحق يمارس الأبوة دياله إلا ست ساعات في الأسبوع من هذا الحد من العشراق حتى الستادي العشية وكان أظن مع ذوق حيف كبير بالنسبة للراجل وبالنسبة للطفل وبالنسبة للعائلة عمو غروس فهذا الموضوع بديتان بنت نوجه تحية لحكومتنا المغربية والنقابات على هذا القرار اللي كان أعتبروه إيجابي ما نصفقوا ليه بكل جرأة كما كان هذا البلاتو موضوع العدد من الانتخادات هذه فرصة باش نقوله أن هذا قرار جميل جداً الأمر الثاني هو واحد مليون ومئتين ألف موظف مغربي اللي معنيين اليوم بهذا القرار الأمر الآخر هو في التقافة ديالنا ودرته إشارات عادةً سيقول لك بعض المرات يعني الرجل أولاد ولوح عموماً ما كيت تقاسمت المسؤولية مع المرأة في واحد عدد الأشياء عاد الجانب ديال الأبوة اللي دار له رضا بعض الإشارات وتوم محنا مشي موج سماع اللي فاش كيكون عندنا واحد الجانين غانستقبلوه كان نخططو لي قبال ونقدو له بلاستو ونشريو لي اتواب والألوان والغوات شي ما عندناك تقافة ففعل هاد أد خمسة عشر يوم غا يلقى هاد يعني الأبي يزيد يعون أكتر في هاد النقاط الأمور الجميلة اللي دارت لها إشارة أيضاً في الموضوع ديال الكفالة هو هاد الفكرة ديال بعض العناصر ديال هاد مشروع قانون بالمناسبة اللي ينتظر أنه يتحل على البرلمان وأعتقد غاي ما يكونش على إعتراض كثيرة هو الاستفادة الكفالة أيضاً من ساعد يعني وخاتكن مكة يعني ما كتردعو شو يكون فات عندها هذا هذا عندها الحق وعند الكفال أيضاً هذه المدنة وعندها أيضاً هي كفالة أرضيك 14 أسبوع ديال هذا وهذا أيضاً من الأشياء اللي ينبغي حكي ما قلت يعني تسفيق لها وهذا الموضوع ديال ديال القطاع الخاص أعتقد غاي يحتاج الحكومة تنقش من زاوية الكلفة لأنه أنا لا أتصور أنا بدون دعم ديال الدولة أنه في شركة مثلاً ممكن نعطي 15 يوم هاد كلام ممكن نكون ديال القطرون هاد ولكن صعيب هاد المواطن إذا أرادت الدولة أن تمتعه في القطاع الخاص في عطلة تخلص عليه أو تعود الشركة فيه على كل حال جزء من النقاش والأساسي واللي في مشكلة هو الكلفة الاقتصادية لأنه لا يمكن طبعاً للحكومة أن تلزم القطاع الخاص بهذا قرار وغاية تقول له أعطي العطلة ديال 10 يوم ولكن ما يمكن شعود تاني بقى التمييز بين المغاربة نفس الأب نفس الحالي نفس الحادث صحيح لذلك مشيتها مباشرة للحكومة دولة التي تريد أن تمتع مواطنها وتقدم له هذه الخدمة أراميم كيف تفرض على واحد في القطاع الخاص ممكن تقلص ممكن دار واحد الكلفة ديال تعود وعتقد صلب النقاش الآن واللي عطله هو هذا ولا كونفال مالياء وإلا كيف تلزم الدولة المؤسسة الخاصة في أنها توقف لها واحد العميل لا سمحني رأى المؤسسة الخاصة حسب انك تكون مثلا للام في هديك الكونجور اللي كان ديال الولادة قبل راماش المؤسسة الخاصة راحت الضامل الاجتماعي جدا طبعا بالتالي المناة التي تكون عاملة وعندها واحدة الأجرة مرتفعة فهدك الوقت لعطلة الولادة يأخذ الأجرة اللي تجاطيها على السين ازاس بعض المؤسسات تعود لك تكمل الأجراء ولكن القانون يضمن هاداك الحد الأدنى اللي تعطيه للأساس. الفكرة أن هذا المشروع الآن ملي غير تطرح القطاع الخاص على قطاع تطرح بعض الآليات من هذا القبيل. أما أنت زعمان يكتفى بعطول النس خمسة عشرين من العطلة لا أعتقد أنها تكون اشتجابة من القطاع الخاص والباطرنان طبعاً قد يتنوقع. هذا ما يبرر هذا النقاش اللي بقي عليه. صحيح. غنزل الموضوع الثاني هو القرار دي السلطة المغربية. في الحقيقة الأمر هناك قراراً. كان قرار نهار ثلاثة في بلاغ دي رئيسات الحكومة مفادوه أن يلغاء اعتماد فحص بسير تفاعل بوليمي المتسلسل لكورونا أنه يلغاء اعتماد هذا الفحص من أجل الدخول يعني التراب المغربي غد ليه يوم الأربعاء بلاغ الوزارة الصحة يؤكد على ضرور أن دخول البلد يقتضي توفير الجوازي للتلقيح أو نتيجة فحص أعرض الفيروس لا تتجاوز 72 ساعة. إذا نفس تست اللي كان مباح أو اللي كان تحيد نهائياً نهار الثلاثة أصبح يعني مفروضاً نهار الثلاثة معتوش تبعتو هاد شي واش بل يكون فيه معتاً حمزة ومن بعد ومن بعد لغواية لاغ مغوك خرجات آه لأنه آه تست بسير غادة ثمانيواربعين ساعة مشي ثنين وسبعين. من بعد خرج بالاغ اخر ديال التلقيح سيكون ما فيتش اعتقد ربع شهور جونسون غير بوحد الجرحة وربعات المعلومات دار في يومين. احنا وهذا الشي ديال البلاغات مهلو ما امرنا رغم أنه القرار زعمه في حداته. احنا هنا قلنا أنه يجب التفكير في الإلغاء دياله. علاش أول ما دق أصلاً مليون بلاغة أنا ديما كنت سأل إلى واحد الوزارة وصية خرجة بلاغ. علاش مثلاً لاغوة يلا مغوك قادي تخرج مورها بلاغتها هي باش تقول نفسي. هذا بدأ تساؤل. تساؤل مؤكد. تساؤل ديال السينجية للمؤسسات. انتجام ديال المؤسسات دياله. طوال لها مغوك أخر شركة تعتبر مؤسسة وطنية. وعمومية. وعمومية. علاش نخرج أنا بلاغ ديالي. ومختلفة على البلاغ ديال. وزيد انت عمق النقاش وزارة اللي هي جزء من حكومة. هذه نفس الحكومة. رئاسة الحكومة ووزارة من نفس الحكومة. كتخرج حاجة مختلفتين. حيث كاين 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 مشكلة نسيجام. كاين مشكلة نسيجام يعني اللي يأخذ القرار ماشي واحد. زيما ما عدت شيء كانت محسوبة. عن لسان. زيما كانت شموه في طريقة ديال إخراج ديال البلاغات. هذه اللولة ودت شيء ماشي دمارة دزعمار. وقال رأى كل البلاغ عنده كان عادة كنا نسينا شو هاد البلاغات كنا نسيناه. كنا نسيناه. كنا نسيناه. صحابنا رأى مرتاحه دابا. ما كانت شخص. ما كانت شخص دفال اولا. ما كان يمكن أن يخرجوا. وخبر صار هذا هذا ما. يصنون ان يخرجوا. كنا نقولها. معارشا نعود نقولها. معارشا معارشا مئات ولا معتعشارات المستشارين. دل التواصل اللي يخدامين معه. ما كانت شخص يقوله. يا عباد الله. هره. ها يعد كنا نكتبوا بالاغ. ورخصا نحدي ورأسنا. واش. 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 جونه كون بخمبال. دابا مشكلة. عارسيش نوقع. المواطنين. وربما تحنا. اه. تلمو هاتشي. ولا معيق. كموقيناش كنحاولو تنتبعو. الاشنو غاي تكتب في البالاغ ولا هاتا. يعني كت. كتشوفت الخرباء. وما تتحاولش تفهم. صافي. إلا كتقول لي. في الأخر لي تطلب من اللي غادي نديره. صافي. ولكن لك يخلق مشاكل عمليا. الناس اللي غاي سافر. دابا تماما اللي غاي سافر من هنا أسبوع اللي. على الأقل أنا سمعت وقائع من ناس ممكن عرفوا. يعني كي الناس اللي بازال غاي سافر من بعد أسبوع اللي. رأي الأمور غا تكون ضبطات بالنسبة لي. ممثلا تلعف مواقع التواصل. شهادة دي الناس اللي ذا كننهار اللي خرج البالاغ. كيقول لك أنا كنت في البلاد الفلانية وخلصت له التاس بسائق بستين أورو ولا بخمسين أورو للي ضعت ليه. ومغير الجانب المادية. رأي الناس اللي كيكونوا مثلا في بلدان أجنبية. عندك إنجستيون لوجيستيك ديال مني كتكون في بلادك عارف لابوراتوار لي كتمشي عنده. كيوليو الناس كيكون في شبلاسة وخلصوا يقلب على اللابوراتوار ويضبط هاداك المسألة ديال ثمانية وابعين واثنين وسبعين ساعة إلى آخره. معظم الدول اللي سبقاتنا حيدات هذه الإجبارية ديال لوتاس بسائق خرجوا الحكومة تبالغ كيقول لك النهار الفلاني. ومعظم الدول داروا ما بين عشر يام وخمستاشر يوم. أنه ابتداء من التاريخ الفلاني مغي بداش العمل بلوتاس بسائق مثلا في الفضاءات العمومية في القطاع في المؤسسة ديال القطاع العمومي أو للسافر. احنا هاد المسألة يعني أنا أعتبر أنه بشكل عام المغرب ضبر الأزمة ديال الكورونا وديال فيروس بشكل جيد إلى حدين كبير. ولكن في مسألة التواصل كيف ما قال حمزة رام النهار بدينا وحنا داك البلاغات ديال منتصف الليل وكيقول لك اليوم بالغداء إلى آخره. ما كيش لستخيص ما كيش وضعية ديال الأزمة تحسون رابدينا كنشوفو من المدة. كان ممكن يخرج واحد البالغ لي كيقول لك في الوقت فلاني ويكون واضح. كان هاد إشكال ديال سن واش سنين واش تناشل سانة. واش لوتاس بسائق ثمين واربعين ساعة ولا ثمين وسبعين ساعة. وصلوا الناس اللي غادي ياخدوا الطائرات ديالهم كي الناس اللي ضعت لهم طائرات لو يعلود هاد اللوبس اللي كان. فسيدخدوا معج أن الأصل ديال الحكاية تدبير الجائحة يتم بشكل جيد وأن التواصل يكون بهاد بهاد الشكل العباتي اللي في النهاية كي دان كو تيكي دفعوا الثامن ديالو مواطنين ماديا أو فرحتهم وبشكل آخر حتى الناس اللي مام سافرينش كان عيشوا كل شي هادش بكي يوكي يعطينا طيب يعني كل شي ما مصيبش مزيان. مزيد كادي كي يوقع استضامة ما بين المواطنين وبين المستخدامين مثلا في المطارات وفي هذا لأن واحد عنده معلومة ولا أخر عنده معلومة. شوف هو للا أمانة مثلا شركة طياران كي بدون الناس يعييروهم. في النهاية هي شركة طياران كتب بقرارات ديال الحكومة ولكن يلي كتكون في الواجهة سواء كمؤسسة أو كيفما قلت هادك الموظف اللي في المطار هو كي دير خدمته وكي قولوا له الناس نوفون با أمباخ كي لما عندهم شلو تسبس اغدية تسمية وربعين. يعني تشتير واحد يما كينش تواصل ما بين رئاسة الحكومة و السيد وزير الصحة. يا كل واحد كي يقرر بوحده. والقرار ديال ديال رئاسة الحكومة معج بش واجد السيد وزير الصحة وخرج لك البالها من البيت. ده باش كل اللي معتمد واشي قرار واشي بلغ الحكومة ولا بلغ وزارة الصحة. لا 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 في الواقع في الواقع. في الواقع. اعتقد للأخر ديال وزارة الصحة. غير نزيد فكرة صغيرة بسيطة هو انه هاد التخبطات زي ما استراحة نقدر نفهمها. الى درس واحد المؤسسة اقتصادية صغيرة وباقي عدك نتعلم واحد لا بوتي تستخطب وباقي المدير ديالها ما عارفش وكياخد قرار معالي صالغية ولا معالي كلية وغدك يقول لهم سمحنا رأسي غندو كتكنيك موعد نوعات المشكل. مي كان تكلموا على حكومة. اي سكادي حمزة ماشي في وضعات وضعية ازمة ماشي اللي ولو يالله ادخل شي فيروس المغرب وما فاهمي. نهاني يا حمد الله. ندبروا واحد الوضع للبلوتو سغى الحمد لله. تماما في هذا الموضوع ديال اليوم تيقولوا من العنوين ديال التدبير الجديد للإدارات هو هاد الموضوع الالتقائي والانسيجام ولذلك عدد من المحللين شوية قالوا هاد تكون عندنا وزارة كضم مصطلح الالتقائية دليل من ناحية الشكلية على الاقل والواجهة ان الحكمارة واعية باهمية التنسيق بين القطاع. يان جزء من المشاريع ومن القوانين حتى منع تدخين الفضاء العمومية وغيره. الجزء من عدم تنزيل التطبيق هو انه مكان الانسيجام ولا التواصل لا في الأول ولا في التنزيل دياله. اذا غريب في الحقيقة ان نشوف هذا الارتباك خارج معطية ديال الازمة اللي كانت كتفاهم شي شوية ما فرصك انها كوفيد غير ضرب ثلاثة دول مجاورة لك ويرتافع طبعا كتاخد ممكن تاخد قرار سريع ترتبك فيه في الاخراج دياله او في سياغته. اما انك مشي في وضع عزمة ومريحة الشيء يعني شيء واحد انه مكنش الانتجا ما تمش التواصل مكنش التقائية كي الناس كتشتغل كجزور والمؤسف دائما ان اللي كيدفع التمن هو المواطن لا بلغة هذا الشي اللي 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 دارت عليه السناء وغيره. ولكن واحد الاشياء اخرى انه من اللي كان برمج يعني يرا عندي الاتزامات ديالي وانا دير غضابة بغني بشي من عشرها باش نوصل باش نوقع كونترا باش نبع بعض المرات بلغة المال وبلغة أشياء اخرى. وكين آلاف. دي القطع السياحي في البلاد عمليات عبور كين وزيلة السياحة اللي تكلمت على تحسن ديال عدد هدفها مئات ولا الاف دي السياح لكي تسنوا ومعندوش المعلومات النهائية وش يدير التسونا ما يديروش. هذه قضية فكلا مشكي. صورات البالد زيما بش مرور. لا والناس كي وليو يغيروا الوجهة كيقول لك نجي المغرب غنشي البلد فلاني سيكون. ديالفكرة اللي كانت انه بالنظم فاش كي اختار السياحة في واحد الاتجاه را كي را كل ساعة عندها قيمة. سواء غي يقرر رايشوف فيها آثار معينة ولا غي ينعس فيها ولا غي تدفن فرملة ولا. عندوز بمعنى من اللي كتتخصم لي واحد تلت سويا ولا اربع سويا را كتخرب قليه كده كده. وادش كيمشي وكين عكس على الصورة. الحالة الموتلة هو انك تعلم قبل وقدير. يعني كي يبان انك وعطيهم علموح ده واضحة. في مقال الحمزة ده بطا الطريقة باش كي تساغوا البلاغات. واخصك تكون عندك واحد يعني واحد لاجي من السيكان تدكتور باش تفهم. بالخير. السيميائية. ايه السيميائية اش بغي يقول. اش بغي صورة. اكتر من دالك اكتر من دالك اجم احنا يعني في الواجهة الصحافية بعض المرات والله يلك تتوحن مع المواطنين. يعني كي يقول لك بعض المرات عارك عارفك واش داب هذي. والله يلك اضطر. اضطعية المسؤول فاد القيطة. اضطعية المسؤول. واحد صاحبك تعرفه في الارا. باش يعطيك معطيات دقيقة دابا. اش كي مجلت دابا. باش يتطبق دابا. باش ممكن تفيد واحد الانسان او. في الاخر هذا يقول كي يقول كي هاد شي بينو بينك. اما يعني غاو. ريضا. انا انا شخصيا تفاجأت الدهور الاول مرة دي الواحد لوتير ما كيف مشاركي دي الوليمي. والوليمة فهمتوش. انا. كيف بلغ رئاسة الحكومة دي الوزاة الصحة ما فيش. انا ما عرفت مني نجاف البلغ دي الوزاة دي الوزاة الحكومة. مشيت قلبت عليه. حالني على على الطراب دي الوليمي اللي وشره هذا الاكل. وحقيقة هذا الفحص هذا كان شريح في ميزانيات المغاربة وعائلتهم. لأنه لديك شي دي الفلوس للدولة بس اير دك شي كبير بالزاف. لكن قلت نقلب بالرجوع السيميائي انا مشيت غير التعريف مشيت للمعجم ما لقيتش. كان قلب على المرادف دياله ايضا في الفرنسية وفي اللغات اللاتينية ما لقيتش. فمعرسة مني نجاف هادل هادل الوثارم. واش من شي. واش مستنبط. مستنبط من شي. من يمكن من شي بلد جار يمني او لبناني كيف مما كان الاسبوعين هاتي. ولا حد كي دي الله بوليميك. رأي واحد كانوا كيكتبونا في البلغة كانون و حزيران حزيران. حزيران. حدوك. سواء وخصوه ويدا من الله. هذا كجوجل بالعربية ولا يستطيع ذلك. اسحب كوبي كولي من جوجل بالعربية لأنه كي يخدموا في الأغلبية نزل مشاريع في قبروص وهذا. قصة أخرى. وانا كنظن بلغات الحكومة ماشي ماشي حالة باللي تمييز بعد الكتاب الشباب أو لا باشي بينو على المهارات الكتابة دي لهم ولكن خصو يتمييز بالوضوح باش يمكن يقرأ طفل ويقرأ المرايق ويقرأ المتقف يقرأ أي واحد بوضوحه نفهمه نفس الشيء هذا المعطى هذا بقي ما كينش بالخصوص يلاحطين البلاغ دي للأسل الحكومة والبلاغ دي للوزارة السيحة كيف مقال سيموحمد ربحاله في جوج ديال الجزر مختلفة كل واحد كي شرق كل واحد كي يغرب إلى حنا محتاجين كان دون حكومة تكون متناسقة كتذربة باللغة وحدة بالخصوص كيف مقال حمزة الأمر مستقر ما عدا بعض الاستثناءات كين إغلاق واحد المدرسة معينة في الرباط وأخرى في تيزنيت في تار ودانت في تار ودانت البارح الجمعة أنا شخصيا تلقيت من المدرسة دي الإبن ديالي على أنه غادي يرجعوا التذبير الاحترازي انطلاقا من يوم الإدنين للكمامة للتباعد لهذه الأشياء مهم مهم ولكني لا يفسر على أنه الوضع كامل غادي نرهنوه بواحد الولوج وحنا فرحانين بالرجوة والمغاربة وفتح الحدود والسهيل ديال العمليات إذا عملنا من 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 الراحة نوعا ما الوبائية اليوم ما يكفي باش يمكن لنا نعطيه واحد العرض مرتاح للمغاربة والسياح اللي غادي يجيوه ممكن غا رجعوا للموضوع غا رجعوا للسياح ولكن قبل منه غادي ندزل شي حاجة عند علاقة بالرياضة ولكن هي ما عند علاقة غير رياضية هو وتبعتوا كاملين الصور يعني الأشريطة والفيديوهات المؤسفة اللي عرفتها عدد من المدن المغربية من نهاية الأسبوع الماضي وطبع تبع عودت ما صلحوا عليه إعلاميا بشغب الملاعب صور يعني مؤسفة وفيها يعني أحداث دامية ومشاهد يعني لا داعي لوصفها نحن اتفقنا في هذا البرنامج ما غنذكره شي يعني اسم ديال شي فارق على اعتبار بأنه الأغلبية الساحقة يعني معنين بهذا الشي وكين أغلبية ساحقة بزاف عوتي ديال الجماهير اللي منضبطهم زيانة وغزالة وهذا هذا ولكن كيفما كان الحال هذه الصورة تخدش يعني الكرة المغربية ما معتش واش عندك شي تعقيب مقتضى بلا لسنة في هذا الموجة اللي قمناك فيه قبل من نزحنا أنا أعتقد أنه انطباع الانطباع اللي عندي أنه الشاك فوامني كيكونون المتشات المهمة كي تكون واحد للمواكبة أمنية اللي هي مزيانة وخصت تكون ولكن بالنسبة لي الظاهرة ديالشغب في الملاعب اللي هي كظاهرة بكينف بزاف ديال البولدان واللي كيفما قلت ما غنعموهاش كين عدد من الناس اللي كيكونوا في الجمهور كيمشوا ويشوفوا الماتش جيل الكورة ما غاديش يدير شغب ولكن أعتقد أنه باش نعالجوها كيخسنا نمشوا لما قبل الماتش جيل الكورة كين خبراء ديال التربية كين خبراء ديالعلم النفس ديالعلم الاجتماع باش نفهموا الظاهرة ماشي باش نحلوها في الماتش المقبل اللي غيكون ما بينفارق كذا وكذا ماشي باش نفهموا شنون اللي كيولد هاد العنف واش تليف في ديالعفول واش كين إكراهات خورة اللي كين عند الشباب مي المقاربة الأمنية اللي كدار مزيانة ومهمة لأنك تحمي الممتلكات وكتحمي حياة المواطنين وكتحمي حتى هادوك الجمهور ولكن أنا أعتقد ما كافيه شخصنا نفهمو شنون اللي كيوصلنا لها داك الحالة ديال العنف باش نقدرون نلقاوه على الأقل في القادم من الأجيال ديال الجماهير كيفاش تقدر تواكبها نعم سيمو حمد أعتقد أن الفئة التي تمارس العنف أحتفظت فهم أولا بأنها كتتتتت من الضرر المادي والصوار البشعة ما يدير تكسر السيارات والحفيلات وبعض الأحيان الوفيات والكسور وكذا من غير هذا الأضرار أنك تلل اللعبة كلها مهددة في البلاد رأى بعد السلوطة رأى أسهل شيء واتخذ قرار نلعب بدون جمهور لمدة 6 شهر وإلى عام وكذا إلى خيره وكتالقراسك حرمت لي واحد الجماهير كثيرة اللي محترمة حسن ، مني كتحرمها من هذه الفرجة ومنها تحرمها للجماعير حتى الفرجة داخل الملعب بدون جمهورش في نفس الأوقات الكورونا لا تتبقى لديها الحلاوة فإذا المقامرة في الحقيقة هي بقطاع كامل بالتجارة المحيطة، بالتداكير، بالمداخل الأندية بواحد العدد دي الأشياء، كلها ستمشي في خبار كان بسبب هذا التهوة المقاربة اللي ولد طبعا للقانون كين الشرعية، كين الجريمة، وكين العقاب لأن هذا الشيء في الدولة ستحمل الممتلكة دي المواطنين من هاد الناس هادو بعدها، عاد ندوزوا لتشيء القلسنة وهو موه موهدر نعليش عمرة، قنا مثلا الجامعة الملكية ما شاء الله كين واحد المستوى مقدر من الأموال كين جامعة اليوم وطلبة بحيثين في الدكتورة أو في غيرها اللي ينجزون بحيث أحيانا هاداك الشي ديال تكرار العناوين ديالتنمية المستهداء ما والإذا كده فحين ممكن تشارك مع الجوش الجامعات ويمشي ويبحتوف هاد الشيء في الجانب السلوكي واشهد شي مرتبط بسيكولوجية الجماعير واشهد الحشد واشنون اللي كي يخلي هاد البشار دائما عندما يجتمع واشهد الاغيزة وصوصيون اللي ولات اللي ولو واحد العنصر واحدة واحدة وأنا قلت أنه أسبق في شي بحث دراسي حاول ظاهرة شغب الملاعب واحد من الإشكالات هادوك الصفحات والمجموعة اللي كي يسبق فيها واحد النقاش وواحد المعالي وواحد العنف اللفظي وراف ديال الواقع دا قدير الأخير أراقي الكلام نتلاقا وتما ومن بعد تما ونديرو كذا كذا وكين شيء آخر تاني اللي في حت الموقع ديال الملاعب الملعب ديال الأدرار إذا مشيت وراك تخرج على هكذا قدير واحد تترى كل أحزار يعني ومعزول بوحده هكذا يعني قد تخرج كي يشجع على أنه وانشد العنف غير طيفل غير أي واحد غير يبدأ بشي حجر صلاح نبي كي يجمع من بعد كذا فإذا الظاهرة مقلقة مفزعة بالعقوبة ديال الأندية ديال الجماهير ديال تطبيق القانون باش ممكن هاد شيء مؤسف ومخزي ونقول لك صدقا أنا احنا متن في الجريدة هدي مرتين يعني السيارة تتعرض والصحفي يصب في الكتف ديال كتقول لاش غنغطي قاعد شينا وعلاش قاعد دبكة القارسك في أداة سير قلب على سورانس ديل له هدي غير صورة صغيرة اللي ممكن وكان عرف جرائد وحد أخرى تأدات يعني السيارات ديالهم وكذا بسبب فإذا وراف غيمه من الانتا نقول عشبا قاعدنا نغطي التاي إيبان شي شوية ديال الحماية وشوية ديال أجواء ديال الإنسانية عد ممكن أن الإنسانية شيء ريدا؟ هو كنظن كنعيطه لرجال إطفاء وكي كون تدخول ديالهم مهم إلا كانت منزل واحد في حي اللي فيه العافية وفيه الحريق أما إلا كانت صف كامل الحي كامل فيه حريق فما بقى رجال إطفاء ما يطفو ما يطفو كنظن بأنه المشكلة أعمق بكثير من نقاش اللي كنا خذنا فيه غير ما مرة في هذا البرنامج لأنه الأمر ينتد بواحد الأفقية خطيرة جدا وما أبقى كي يستثني حتى شيء بعد المرات كيمكن جمهور يتميز بيصولك معيّن وكان سفقو له ولكنني كي يغفل كع واحد شوية وعو تانوي ذي لقد راسو آآآآآآآآآآآآآآ مغنستثنيو حتى شيء حتى شيء جمهور ولكنني الأبعاد والله تأخطر بكثير مثلا لأول مرة غدي نشوف مثلا حرق آآآآآآآآآ�� الفلاح صغير مسكن اللي تحرق لير للمحصول دياله من طرف جمهور كراء ويفا هذه الصورة كنت قلت لها قبل لم يكن إمكانية تصورها كيفاش؟ كنا كنا نشوفها بالأبيض والأسود ديامات المقاومة ضد الحماية مش كانوا كي حرقوه ذلك رحصلوا إلى المعميرين تماما أولا كنشوفوا أوكرانيا كييف كتغرق واحد المدينة معيانة لمنع ولوج الغوزات الروسيين ما يدخلوش لها فإحنا في واحد المظاهر حقيقة مظاهر حرب وإلى إما غنشوفوا في وجهنا في المرايا ونعترفوا الرأسنا بأننا في حرب ضد الجهل ضد واحد تنشي أجتماعية عوجة ضد واحد المدرسة عمومية ما ذاتش واحد الخدمة ديالة ضد واحد الخلية عائلية ما ذاتش خدمة ديالة ضد واحد نادي لماذا وظيفته؟ لأنه النادي عنده وظيفة ديال تنشي أجتماعية أيضا النادي ليس فقط تجيب لي فرقات لعبنا الحد والترباحة ولا تخسر لأن النادي رأولي يكون محلول من اثنين في صباح تالي الحد في الأشياء ولي كيمشي ولي صغار وكبار وكيبار 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 أشياء ثقافية ورشات ومجموعة أشياء أما من كتولي فقط تتعامل معي نادي كمولاكي يمغنين ضدارب ناة الحد ونجيبه فهذا مشي نادي هذا فقط اشتراك معين في خدمة معينة نظن المشكلة خطيرة بالمشكلة لن يوقف مع الأسفاسي محمد ونحبس البطولة سنتين أو ثلاث سنين بها الظروف هذه سنسترجعوا للفتح الملاعب ونجدوا نفس المشاكل ربما هذا العامين الإغلاق كانت فرصة لإعداد والاستعداد لإستراتيجيات جديدة ولكن كانت هذا السبب ربما في أنه بالعكس اللي غير دير الشعب اللي يستعد بمزين لأنه ثلاث سنين كاملة في غياب الملاعب وغياب المقابلات أنا لاحظت شيء وتبعته شوية وأنه كانوا كانت ثلاث سنين ديالتبادل الكراهية والاتهامات والساب بوشات الجميع الجماهير في غياب حضرهم في الملعب يعني ذاك شي كله انتقل لوسائل التواصل الشيماعي وعلى مرجعنا وبدأوا للماتش حالا تبقوا ذاك الشيلي تماما اكزاكتومون كان كراهية تقعت بنواف ذاك ثلاث سنين وعدها التزايد اللي ذرا لها رضا ديال التصارع كنك نسمعوه الشغب مرة في عامين بعض الأحدى الدباء والتي في كل أسبوعين دريد أو لتنافس أو لتنافس في الشغب مع الأسف يمكن الدربة ذا عندها خصوصية معينة لأنه عندها جوج فرق كبيرة وعندها بزاف ديال الالترات فهذه القضية ديال الشغب مستسنشت الكوفيد فشفنا شنو كيسميهم بحل لك شي القديم ديال الحركات لا رأى كذا كذا كين كين حرب أحياء كين حرب أحياء كين حركوا على الأقل كل شهر كي كين حركوا وكانت مواجهة دامية واللي كان بحقيقة وخا قاعد بغين أخذ الأمن مني كنشوف بأنه عشرين ألف واحد اللي غادة كتنتاقل من مدينة إلى أخرى شحال ديال الرجال الأمن غادي خصني باش نضبط عشرين ألف واحد فهنا في تنقول عاود ديالة يمكن الوخان وضفوا جميع المؤهلات ورا في نفس النهار كين مقابلة أخرى فقنت أخر ولا هدا ولا الغدلية ولا العشية ما يمكنش غادي 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 خصنا بوليسي لكل مواطن غادي 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 الغدلية وللأمر هذا ما مخرش لا ماديين لا 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 أمنيين ما مخدمش فكنت ظن على أنه يمكن بعض الفاعلين اللي يمكن بقي ما كنسمعهمش واللي عندهم عندهم مسؤولية معينة إلى يومين هذا بقي ما سمعت شانرى رئيس نادي معين الجمهور اللي كيسميه هو ما هي هذه التعبير محسوب على الفارق دياله يخرج مثلا يتبرأ يخرج يقول له اودي هاد الناس ما عندي بهم شي علاقة وإلا كتشفنا على أنه شينهار هاد الرؤوس الكبيرة ديال هاد المجموعات يصاحبون الفارق في رحلة جوية على نفس الطيارة وكي يجتمعوا معهم في الفناديق وعندهم بطائق خاصة فهنا كنظن بأنه المتابعة القانونية خستتخد مجرهة لأنه انت كنادي كمكتب ديال نادي كتنظم واحد اللقاء ايه مثلا غادي نقوله كذا كذا ايفنت هي اللي كتنظم ولكن انت كنادي مثلا ويداد او لارجا را عندك مسؤولية معينة مع ذوك الجماهير اللي عندك نقاش معهم عندك عندك مجموعات أشياء مني كيديرولك واحتي فوزوين وكيديرولك واحلة كوريغرافيهم زيانة كتخرج تصفق لهم وكتشكر الجمهور للدعم ليوصلك النهائي ولوصلك ولكن مني كيديرو جرائم او جناح فما كنشوفوه الصمت المطبق فكنظن بأنه بمعنى فنظر كنوحن نودي التسطور على هذوك الناس اكيد لأنه كنشوفو مثلا ما يقع في بعض الفورق بلا ما نسميهم على أنه قالوا بعض المجموعات وبعض الجماهير قالوا كيحكموا في في رئاسة النادي قالوا كيقروا شكون يكون رئيس وشكون يكون لعاب وشكون يكون حاريس وشكون يكون فولات السلطة مقلوبة ولينا تنتمشوا على ريوسنا فهذ الناس هذو عندهم واحد تأثير كبير واحد السلطة مؤيانة في الفورق اللي او دي تنقول بأنه هاد الامر خطير جدا إلا واللو المجموعات إلا واللو الجانحين كي يتحكموا في المصير ديال الفريق وفي المكتب ديالو ويحطوا اللي يبغاوا ويحيدوا اللي يبغاوا الامر خطير جدا وما يمكن لناش نحلوا مشكل جغب الملاعب وحنا عاطين السلطة لهذ الناس هذو هذا فبسيطة جاءت الفكرة ديال المجتمع المدني وتلك الجمعيات الكوروية طبعا ما كنا ننضرش على اللي قيماتها ما بالدور ديالها ولكن هذا مجال أيضا اللي كنا ننضروا على واحد يعني مليون ديال البشاري لابناندلو غير واحد المعدل ديال كل مباراة في الأسبوع وكذا وش هذا ماشي مجال للجمعيات الكوروية وقدماء كذا وهذا يعني يحضروا تنظيمان وتقطيران وتفتح لهم من المجال على الأقل غير عمروا واحد واحد الجانب إلهي من الصورة ديال التنظيم وديالي تيفو ديال هاد الالترات اللي معروفين وديال القانون ويخرجوا هاد الاندياي هادروه ومجتمع مدني اعتقد غانا عزلوش شوية هادوك اللي كيدروا هادوك عندك شي ضفا حمزة ما غنعودش النقاط اللي قلتون في الحلقات السابقة بش منه لذي انك هادوك شي ديال عدد منع التنقل وما زال انا كلمتيف منع التنقل هو الحل اولا على القريب على المدى القريب يتسلو قانونيا الدار في دول اخرى اكتروا ديمقراطية منا في فرصا مثلا فرصا مثلا كيفش يعني الفرق هما تنقلوا غير مدينته اه اه هذا شي كاين في العالم كامل لا تنقل ديال المجموعات المندامة دفع مدينة مشي الفرقاء نسب ديال الجمهور ديال امت نسب 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 ديال نسب ديال او قل غير مدينة مدينة يعني الفردي ممكن يمشي الفردي سرق التعوار قتك تنتا يكا مواطن مغربي ودخل مغيمين على كتا واحد ودخل ويكدس وتفرج وصافي أما هكذا ينقسمون السيران وعطيهم بلاستهم وكذا وضع لهم كورتاج والسارة بهم دينا كاملة وصير وخص الأمن يأمن من رباط الأقادير ودس بوزيتيف ديال دولة كاملة غا تقتل مبيليزة مع شاك ماتش الله أخي إحنا نسمح لي نقولها لك عنا وحوش موسطى الجماعير لا يمكننا إحنا دولة كاملة كيف سنمنع سياركة السبعات البلايس ركبين في أربعة؟ ربنا منع عارة من غادي توقف في البارج غادي نقول له فين غاديش كنت عندك رخصة للتنقل حيث لي الدار في ماتش ديال الجيش الملكي وآقادير وأنهم داروا بوغشاك فوتوغ رخصة تنقل دار تخدمها رائعة في الرباط ولكن مني وصلوا للقرب والآقادير كان هنقول لانيشان غياب أمني الغياب الأمني الناس كانوا راسهم راس الحجر كانوا يمكن يكونوا وفاوية لما نعديل التنقل كاين والسلطة صراكية عارفوا كيف سنمنعهم يديروه فرد فردا يراكار عمو غير تمحلي يا حمزة وحد الإشارة بلا ما يكون الشغاب كنت أحاول أنه ليس أنا 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 ماشي ووزير الداخلية ولا ديالي غادي مقرار وكيفش غايد دار مكاين مفهوم ديال منع تنقلات في كرة القادمة لا مانا منع ذكبينش ما أخير كتفون تخدم به اللي كي قرر يعرف كيفش يحطوه ليس أنا اللي غا نحطوه نتفح معك حمزة ولكن بلا ما نقول من نصلوا للشغاب وإن كانت في ظروف جيدة جدا وسليمة جدا مني كتشوف مثلا كي كنت نقول ديال جماهير وكتشوف على أن واحد اصطفت طقة استيعابية ديالاي خمستاش غادي نفيها مية وخمستاش الواحد غادي نناس معلقين والتليفزيون ديالنا يرصد المشاهد والصور والأمن ديالنا كيسهل وخاكك غادي معك ريدا تخليت ريبورتور هز ثلاثين ديالناس غادي كيتلا وحفلوا معك أنا معك غيوة لكن هذا هو القطاع اللي كانت تحفة في هذا الناقاش وأنه اللي كيدر شغاب يقدر يكون ماشي بكات كات ولبس مزيان ونقي ولندول فلوس أرى هذا هو اللي احترم القانون شي هدت أسبوع هذا؟ كان واحد الوفاد يروح تدري عمر فجيت 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 استعلال البحراء والله يرحمه دريقاء صغير تقتل على حساب الأخبار اللي عندي ما جاوش الجوستومون اللي قتل أبغامو ما كانش زائما غادي في شي سطافاتو في الفوضى رابطانو بلزو يعني هادشي دا باد المشكل ديال الشغاب في المغرب ولي كيدر هادشي أرى خصنا نخرجو من داك اللوجيك ديال اللار عندو علاقة بالفقر والهشاشة درالي اللي كيدروا الشغاب بزاف منهم قرأوا مزيان وعايشين في ضروف اجتماعية ممتازة جدا هي باش نوضحه دابل باش رجعون النقاش الاخر اليوم المشكل فيه نكاين اللي ما زال ما الناس ما بغين نشي فهموه اللي تد درسات سوسيولوجية كي بلية انا في نظاري ولي قريت ومعاش نوشت في التغا تديني ضعيفة جدا تديني ضعيفة جدا وانه تديني صوشيولوجيك انا نقول المحابات المجموعات الآلتراس تديني ضعيفة جدا تديني ضعيفة جدا لا تقيم بالفعل انا عشت لك من الداخل هناك الكثير من الحواجزين ولكن كيف حالهم يتفقون وعندهم بشكل مباشر او غير مباشر نظار في هذا الشيء التي أعيشنا اليوم مجموعات الآلتراس مجموعة الألتراث المغرب مختلفة في المغرب كأن مجموعات نقات وخدمات مزيان ورطاة المجموعة بالعكس عندها دور إيجابي في الطائر ديال المجموعة أنا ما نقول اسمية وكأن بدي نسوغ مجموعة التي تحولت اليوم إلى عصابات إجرامية هللاش لأنك تتسابق مش كون غادي يجيب أكثر أقبح واحد باش كونوا حربيين ودك شي ديال دك الحدو كليغونغ ولكن راه كاين واحد الجانب فكري واللي هو الأصل في الكاراهييري كتعطيه الشغل وأنك كلها مجموعة في المغرب كتلقى عندها هدوة مع شي جروب آخر كل فرقة أنا كنقول كل فرقة في المغرب وش غير في المغرب ولا في دول اللي بدأت أنا نقول كاين في العالم كامل في سيربيا في طاليان في يونانو أي ودكشة أوروبا الشرقية احنا ما ما قادرينش أولاً عليه هذي الأولى اللي كين في أوروبا الشرقية ثانياً إلا دخلتي في الفكر ديالالتراسة التستغى هدوك عندهم عارسيار عندهم تقريباً قرن مئة عام بين دك شي عندهم عمقوا الوقت القاضي أراد بهاد شي اللي ما تعرفش المجتمع ما تعرفش عندهم اللي غالفايت شو اللي غالفايت هو إننا يبغينا ندبز وقع كنجي وكين قانون وأنا غنطلقا وبلا أسلحة في المتيني وغنطلقاو خمسة كونطر خمسة ومالك يطح لأخور ما تعودش تضربوه شوف واحد دك شي بعيد وش عجيت شرحات شي هذا الهدى ولاش هد شي أصلاً إلا كان الهدف الأسما هو تشجاع أنا قولها نيشان إلا كان الهدف اليوم الأسما هو تشجاع ديال الفارق نتا كم جموعه أتي اليوم قلس وكين من كم جموعهات ووشفرايما أنا بزوان دجا تزيده إلتخا ديال أنا إننا أشفررك الباش وقلبوه لك وتقع حقداليا عشر سنين وخمسة عام الهام يومكين إن جموعه كذلك كنتكّرع بجموعه بسبب ديال مجموعه كيتكرروا بعضياتهم بينتهم حروم حيث واحد النهار افين أست – الفين – فينتبع لأخور شفر له الباش وقلبوه فهو إليمناه هو مجموعة للغاية وعمري غير تهالي يجب أن تحييل الفرصة لإنتقال وعمري غير تهالي وعمري غير تهالي أنا أقول لك الحباق اللي لدينا في المغرب كم جمعات في المغرب أنش تدرى بوية دين النازية كي تهزوا راح يتشيب روش مع تكابلوا النازية سيكولوا هذا ما فجلوش كتعني وتحت دنفق اتنسون كتدوز في الكاميرات بش عرف أننا ضعافت لأكمل الفهم ديال الظاهرة إلا فهمنا الظاهرة إلا فهمنا الظاهرة سنقدرون نحلوا بزاف ديال المشاكل ولكن في انتظار نفهموها تشير خصو الوقت خص قرارات أمنية شجاعة اللي تقلل من لودانجي اللي مي كان قول منا التنقل رغم يقلل من لودانجي ما غادي ما غادي إنفيش غا هو منيكي ما تبقوش تنقلو لك أنا عاود نقول آلاف ديالناس ما بين مدن منيكي ما تبقوش تنقلو كي قلال شوية لودانجي اللي في ذلك خصائص اللي كان نذر عليهم قليلا رغم بها الطريقة قاتلوا معين شوي ما تكي حسنو رغم غادي وسط 1 مية إكزاكتو خيسك راح تاو مواطن داخل غايكونكي العرف تلاتة أربعة عشرة عزوان نس دوكي عطو المتر أنا قولوها الناس عطووا بزاف المتر بمقابلة هذه اللي ماصو اللويدت ان هذا ستفى ضروف جميل جدا الحمدو الله مزيان ولكن راه راستي نالا يعني لالأ أقول لك قضية هل تستطيع أن يكون لديهم مشاكل من الأخرى؟ ويستطيع أن يكون لديهم شكل كبيراً نعم بالتأكيد، فإن هذا النيه يجب أن يكون لديهم أشياء في الحياة لا تاريخ مثل كديم لا، ليس يمكن أن يكون لديهم أشياء في الجماهير أو تخير منه من 10 أشياء مختلفة، هذا هو مزيد، جيد، الله من الأشياء، ربما يكون لدينا كفر مع عمليب كامل ربما يمكن أن يكون لديهم في 5-10 سنين من أبناء وسبب عكس كما تريد أن تعرف أنه لا يستحقها عاد أنضعي يجب أن يكونوا على الألتراث وهم عندهم ما يشتغل عادي ونحن فضا لهم وإذن في التحديث الأضراء ستكونوا حقائياً لا ندعم بإمكانهم يشتغل عادي وإنكام جداد رأي نحن بسرعة تفتح الأرض لا نحن بسرعة هناك نماذيش إيجابية جداً في التعامل مع ظاهرة الألترا مثلاً البرسلونا أو مادريد أو سيفيا فالألترات بكل بساطة ممنوعين ممنوع الولوج بالألترا ويدير الباش ويدخل كشخص ولكني باش الفريق يخصص واحد الفيراج دي الملعب المجموعة معينة التي أتباتت بصوابقها على أنها مويول جرمي فهذا الأمر حسن مع لابورتا فشي الله جل رئاسة برسلونا حسن مع بيريز فجا وحسن مع الرئيس ماليل لوس بيريس دي السيفيا وليتهم عندهم نفس المشكلة لأنه عندهم جوج فورق في مدينة واحدة دي البيتيس و سيفيا وكانت مواجهات دامية بينتهم فعندهم الحق يدخلوا ويشجعوا وإلا كانوا بالزافير ضدوا أهزيج ديالهم ولكني بالمصاحبة مع المنع دي المجموعات المنظمة لابورتا هبطت من السومة دي الاشتراك في فريق نادي برسلونا وليتيكامون خارط في نادي برسلونا ما كتخللش كتر ممكن يمكن تلتالف درهم سنوياً عندك فيها الولوج البطولة عندك فيها الولوج الكأس وعندك تفضيل أنك أنت اللوي اللي تقتني التذاكير ديال الشامبيز ديال ربما بدأت تفكر في الرفع من السومة إترى واقعات بيع التذاكير للفريق ألماني إياه ولكني كل ذلك التذاكير مخصومش يكون عند منوالا ولكني نوميناتيف بالصورة بالرقم تسلسل الوطني بالمنشآت اللي عندك اليوم الولوج لي ما عندك اليوم الولوج تقول لي كتارف؟ يلا سمحتي أختي سيصار أرى لماذا لا أذكرت النقاط السابقة؟ لأنهم مخصوم يكونوا منهم هذا الشيء اللي يقول لك بطاقة المشجع لأنه الإنسان يأخذ البيئة دياله بلا كارت ناسيونال لأنه ندوزون نضبطوا شوية الأمور أرى شوف أرى ما شيء أرى ما قادرينش ندروا هذا الشيء أرى كاين الناس مستفدين مع هذا الفوضى كاين الناس مستفدين مع هذا الفوضى كانت مقابلة جميلة وضزت بسلام وهذه أسبوع كانت بلغة المدرية العامة للأم الوطني أنهم حصلوا شيء واحد كيبعليبيا بعشرات درام زورين الويداد والمص الويداد والمص هذا غير ممثل ما بين أنزل أعلم الله حموه 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 موكل معاه وذلك مع أنه مصد قبل أن ينتعب جمعانا يبدو لي نذكره زعمال أسماء الذي لديه شيئا إيجابية والذي وسمة بالشغبة وكذا تتويت تذكر والذي خايف على النادي دياله وعلى فرقته يحطر ماء ويحرب الضهير أزعماء وقدر لك هذا اللي أنه حرفت ولكن ما حقك لا تذكر لا نسيتي غير واحد كل نهار نهار اللي يكون الليدار يتقلف وجهه والليدار الإيجابية النوه بيه لا ولكن هذا الشيئ ده بكل كي وصلنا كل ما كي وصلنا شراكي هذا هو المشكل فرق الدنيا وذلك الشيئ ماذا واحد واشوف شوف ذلك الشيئ ده دخلتي لي فرق الدنيا في خبارك كين واحد كين جوج فرق من فرق الدنيا حتى تتكلم بوطن عقوق اعرفت له واحد العدوة بينه مليشيات لكشي تضربوا بطريطة وراثب يعني عرفت يا راس نحن نعرف ممتعين لسنة لكشي تحل دكشي بذلك ثانية ثانية مبادرة احضرت لها آخر مرة كنت في محمد الخاميس على أنه كان شخص من الجمهور ووكيلت له هذه المهمة وعطي له ميكروفون وفي الباف ينادي كيدة تدوي مع الملعب كامل ولمدة عشر دقائق هو كي حط الجمهور على سلوك إيجابي الله يخليكم القنينة الله الله يخليكم اللي يصب أو شي حاجة الله يخليكم. انتوما اللي غادي يدوزوا من حداكم اللاعبين أرجوكم ما تضربوهم شو اللي تلوحوا عليهم شي حاجة لغادي يتمنعوا من الملعب الأسبوع الماجي. كنظن هذا مبادر. ما شو حداري غايت باش منتمنعوش. اياه. بادي ابي بادي. الى كانت هاد الممارسة هادي غادي تولي كاكاكاليد من من تقاليد كنظن بادي ابي بادي ايجابية. حل ما يتلمط في القانون راي يحترم المصلحة عموما في الفلسفة دياله. وخا سيدي وخا. آآ الموضوع الاخير وبالدقائق معدودات كان في ذاك آآ اللي تبعتوها دليامات آآ من الامور لدارة البرز وما عرفة بي طاجين اوزود آآ الذي واحد شيء اسرة معينة لقات بانه ذاك شيء فاسد ووثقته انتشر كننار في الهاشين فوقع التواصل الاجتماعي التحقيق السيد صاحب المطعم يعني الامر بياد القضاء والكنيديش ربما كيرجع للواجهة آآ واحد من نوع دي الاهتينا يعني بالزبنها كنقول للموسم السياحي يعني انطلق عودة انتعاشة مرحبة السياحة الاجانب جاو وزيادة السياحة كنت تتكلم على عودة ربما ما فيها بس هادشي غالي نرجعوا لي لان الموسم وقال هاردة في الحلقة الماضية ما يسمى بس سياحة الداخلية وهادشي كله ولكن ما فيها بس سنبهوا هاد المواطنين ديوننا اللي كيشتعلوا في هاد الميان هادو انه ما فيها بس يردوا البل هاد الامور هاده لي كتبقى اساسية يا كاللسانة طبعا احنا متافقين ولكن اعتقد انا في بحال هاد الامور هاده ممكنش تعتمد غير على الاخلاقيات والارادة ديال المواطن اللي كيشتاغل في هاد القيطاع او اللي هو رب هاداك المشروع قبل ما ندخلوا الستوديو كنا انا وريضا كنت كلمو شوية على هاد المسألة ديال السياحة للاسف واحد الوقت كسولي كتقول خص المراقبة وخص ارادة حقيقية ديال دولة واستراتيجية ديال تطوير سياحة كين عدد من البلدان اللي موجاورة لنا لا على مستوى الاسعار ما يمكنش تقارنها مع المغرب لا على مستوى الخدمات بعد مرة تكسبش المغرب المطعم ماشي بالضرورة شعبي يمكن يكون متوسط او احتغالي المراحيد كتلقاها مكرفصة ومسخة الخدمة بشكل عام ماشي في المستوى فعدد من الاوصار الى عندها الامكانيات ولا تكسب الضل الاجازة ديالها كتقضيها في سبانيا ولا البرتغال كتقام عليها بشكل افضل وبخدمة جيدة الناس اللي ما عندهم مش الامكانية ياخدوا التأشيرة كيف فكروا مثلا في دول بحل تركيا او المناطق السياحية ديال مصر الجونا كنت كلمو على مناطق اخرى في مصر لان الخدمة فيهم افضل لان الاسعار مناسبة جدا لانه كين استراتيجي وارادة ديال الدولة انها الطور واحد القطع معين ما كان بقاش نعتمد غير على الجامعة غير دير هادي فلوطل ديالو الغروس ما غاداش يدير المبادرات الفردية ميمكنش نعولوا عليها لانما يتكونش كافية سي محمد غروس انا انا بغيت نقول واحد الصديقي نقول لي على شي عادة عند واحد القورية انه قبل ما كيدخل الشي مطعم كيمش يشوف المرحة ديالو اه بقى زيما الفكرة هو انه حقيقة الصورة ديال النظافة وديال العناية كتمان في بعض في بعض النوقات النداء اللي بغيت نقول زيما بهاد المناسبة لناس ديال المطاعي موديل اراه ملكي قصدك المواطن اراه اراه كي قمر بصحته وداته وكي يعطيك اعزم عنده ولداته والناس اللي معه ووالديه وكي يقلب يأكل شي لوقمه مزيانه وما تدره وشو ما تدلو تسممه بمعنى رخ ستقدر هاتي قليد رفكت السيد وخلى دارو اوجاع عندك انتا باش يستمتع بواحد لحظة ويأدي لك واحد وكسبوه باش يرجع مجاورة ويعود لك اديا بغيت نقول لهم ايضا ان اكبر دعاية بالتجربة هي الجودة بالله يعني من اللي كتنمشي المطعم ويعجبك السيرفيزيال وكتشوف النقاة وهذاك النادي الكي بتسمى ربما في وجهك وكذا الى اخيري راكي يخليني اغضان قولها الجامعة ونقولها لسناء وجامعتي قولها الواحد اخر مهلا معجبني سلوك رايلا ما شكيت قاعد وما قلت ازراك اناخد قارارة في نفسي اونا انا مع مري قاعديني احتراجي في ذلك المطعم ويلا شتحمزاتي نارك يقول لي ارغانش نقول لشيزيك بلاصة هيرفوت هذا دير عليك رواه اذا ويلا بغوتوا تربحوا راح طريقها النظافة بيتوا تديروا الفلوس طريقها الجودة بيتوا تعاونوك يقول لك الزابون مالك هرا فريمو هرا هادي هي المعادلة من اللي يجي عندك تعامل معه وتعامل هراقي وهذا الشي بعدك تدير فيه الواجب والضامر وصورة النادي والمصلحة انك تستفد منه كذا يتعامل معك كما لو انه لو ديغن اغوبا ما على الاسف هايا انك غتاك لو وصافي ما بقش غديشوفك وحتى المغاربة ناس ديال شوية للباشاش وتيجي فوجاك بعض المرات نادي المعبس واخويه وابقى في دارك هادي صورة بلاد صورة مطعمنا والله ما نقبل واحد يغوبش فوجا عبد الله ناخد له الخطار وكذا احتجي على شك نتكلم على مني كتكون استراتيجيا ماشي فقط كتبني الفناديق وكتبت كتساعد الاجراءات كي تكون لها فورماشيون كي خسلي انها هاداك لو سيغفوك تاو ربما جاي في ضروف سيئة عنده اجرى ضعيفة جاي مكرب تشترصبه صحيح تكون كي الشغل في ضروف جيدة وكين تكوين من طرف يعني غير فقط بين قوسين واحد سيد واحد مرة في شي متعم ما بقاش بزر 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 لا على كل حال الموضوع هزان ربعوا له الصيف هداوان انا 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 من فكرة باش منطولش اخصوية ديل التنفس الشاريف مبيل المدن في المغرب حيث كين ديفيل في المغرب معروفين باتشي كي ادرع عليها السي محمد ديل الباشاشاو ديل الحسن الكلام وديمني كتدخل ساكل عنده كيش هيك انك تقعد الدرج عنده دايما وكين مدن الخانين ولا عليهم زم ما اتيكات في مناطق في المغرب للأسف ولا انهم اتيكات ديل انه سوء الاستقبال واحت تعامل ملفوق كنظرنا زمائلة خصنا مقاونا هدورتكو ان الشجاعة افهمتنا انهم هدرون قولوا هاد الافيل هاكي كي يخدموا باش ربما يمكن يحركوا وضعوا هادك شي الليوان ازرق هادك شي تبقى اكزاكتو موف تنظروا هدف اللغي ستواصون ان فرايمو كين ديفيل كديروا عمل جيد وممتاز بزاف يعني كتمشي كفشي هو صعيب عوطاني غدتح في الوصم لان غادتلقى دائما شي استيثناءات كديروا مجود وموهد بحل الجماعيل حمزة في ثوانين ريضا هو هالمسألة هذه مجبرون اخك البطل اللي في تكرفيس مسكين والمواطن المغربي اللي ما عندوش امكاني يدي ليخو تأشيرها يمشي دوز العطلة ديالو في بلاسة وكيحسب راسو هو راهينة وكتحسب بعد المرات عندك احساس على انك في حالة واعي ينصاب عليك وانت واعي بانه تتعرض لعملية نصب تتعرض لعملية سائح اجنبي تقدر تكون محمي من هذه تماما كتتعرض لبتزاز وانت تشوف بانه كانت تعامل مختلف مثلا من الاجنبي التعامل في الفندق هذه مسألة خطيرة ولكن كان بعض الاشكال اللي يمكن طبعنا معها وكنشوفوها وكنعتبروها عادية مثلا كيف يعني على ان اندخلنا المقهى عادي في الدار البيضاء او مطعم ولقى باقي هذه الممارسة الواحد السيدة خدامة في المرحاد وتقتات على ذوك الدوريهيمات اللي غادي نعطيه احناية مستعميلة للمرحاد اشهد المنظر واشهد التعامل اشهد الحالة نتلك تكون مقفولة بالساروت واشتيت اكدوش بيتي تغليس وتكون想همة ولكني كيفاش كتشوف المطعم عند واحد السيدة كبير في دار البيضاء المناسب اشفتها في بروكسل واحد السيدة كبير في دار البيضاء اك ماشي يا كماشي يكودييرام غريبي شكران شكران شكر الجامع أقول احسنم شكرا لحبابي شكر الله شكرا للمستمعنا الى اللقاء شكرا جماعة